بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الأفاضل الحاضرين على معنا في هذه الندوة العلمية الخاصة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنات الصغر وفق لحكام القانون 152 لسنة 2020 هنتكلم النهاردة عن الهدف من هذا القانون هنتكلم تاني نقطة فيه من الفئات المستعدفة بأحكام هذا القانون هنتكلم على الحوافز الضريبية بهذا القانون وهنتكلم على تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون وهنتكلم على كيفية أعادة التقدير مرة أخرى لأحكام هذا القانون في البداية بنقول قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتنهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 الصادر في 15-27-20 والأحد تنفيذية الخاصة به 245 لسنة 2021 الصادرة في 5-4-2021 بنون الهدف من هذا القانون هو دمج الاقتصاد الرسمي غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي الهدف الآخر هو توسيع القاعدة الضريبية أي التوسع الأفقي وليس التوسع الرأسي الذي تسعى إليه وزارة المالية من خلال السياسة المالية للدولة سياسة المالية للدولة هي سبات سعر الضريبة ولكن تحصيل مستحقات أو تحسين مناخ تحصيل الضريبة من خلال التوسع الأفقي للممولين بدمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي هنتكلم النهاردة ده الهدف من هذا القانون هنتكلم ما هي الفئات المطبق عليه أحكام القانون 152 لسنة 2020 هنتكلم بنقول أن الفئات المستهدفة دي هي المشروعات الصناعية وغير الصناعية وفقا لأحكام هذا القانون يبقى التعريف أو نطاق تطبيق أحكام القانون 152 لازم نحدده من دلوقتي أنه بينطبق على المشروعات الصناعية وغير الصناعية يبقى مشروع صناعي يبقى يكون حاصل على رخصة صناعية أو مشروع غير صناعي حاصل على سجل تجالي طيب كيف يتم تحديد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيات صغر هناك معيارين لتحديد تلك المؤنشآت هناك معيار من يطلق عليه معيار رأس المال وهناك معيار آخر يطلق عليه معيار الإيرادات أو قيمة المبيعات يبقى نعرف المعيار بيتكلم على قيمة المبيعات أو قيمة الإيرادات وفقا لأحكام هذا القانون صدرت في أحكام المادة 86 و85 من ذات القانون أو المادة 93 و94 من ذات القانون لأن المادة 85 و86 بتتكلم على الاقتصاد غير الرسمي أما المادة 93 و94 بتتكلم على المنشآت المسجلة أو التي تسجل بعد صدور هذا القانون أي بتطلق على الشركات المسجلة أو المعلومة لدى مصلحة الضريب المصري هنقول المعيار بيتكلم على معيار رأس المال هناك معيار بينطبق من جنيه إلى 15 مليون جنيه وهناك معيار بينطبق على قيمة المبعات أو قيمة الإيرادات وفقا للإيرادات أو قائمة الداخل الواردة أو المبعات الواردة على قيمة الداخل بنقول بيتكلم على المشروعات متناد صغر بيقول اللي رقم أعمالها بيتراوح من جنيه إلى مليون جنيه أما المشروعات الصغيرة هي اللي بيتراوح رقم أعمالها من مليون حتى 50 مليون جنيه وبنتكلم على المشروعات المتوسطة هي المشروعات التي يتراوح رقم أعمالها من 50 مليون حتى 200 مليون جنيه وهذا وفقا لمعايير المحاسبة أو الجزء الخاص بمعايير المحاسبة المصرية الصادر في نسخة 2015 يبقى عرفنا أن هناك معيارين لتحديد المشروعات البولاتيني مشروعات المتناهية الصغيرة أو المتوسطة معيار يا إم رأس المال أو معيار قيمة المبيعات وقيمة الإرضات المدرجة على قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية طيب يبقى عرفنا هدف القانون تاني دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي بحقق هدف السياسة المالية للدولة وهي التوسع الأفقي وليس التوسع الرأسي بمعنى سبات سعر الضريبة على الممولين والتوسع أو تحسين مناط أداء الضريبة من خلال التوسع الأفقي أي دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي طيب نتحدث عن الحوافز الضريبية الموجودة في أحكام هذا القانون بيقول إن هناك حوافز ضريبية وهناك حوافز غير ضريبية بنتكلم على أول حافز ضريبي في أحكام هذا القانون هو الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية والضريبة الإضافية يعني إيه الكلام ده؟ هناك عندنا قانون قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 أو قانون الدمغة المعدل بالقانون 143 لسنة 2006 هما قانون تعديل القانون 111 لسنة 1980 كان هناك مادة 89 ومادة 89 بتقول إن أنا عندي دمغة نسبية على القروض والسلافيات بيتحمل الجهة المستفيدة والجهة المستفيدة والجهة المنصرف منها هذه الدمغة أما في حال إذا كان أحد أطراف المعاملة هو قطاع عام أو حكومة فبيتحمل الضريبة الجهة المستفيدة إذا كانت قطاع خاص وبالتالي هنا بنتكلم عن الممولين من الشركات ومنشآت القطاع الخاص إذا تم حصوله على قرض من البنوك فبيتحمل ضريبة الدمغة النسبية التي تبدأ بـ 6 في الألف حتى 10 في الألف لحد أقصى 10,000 جنيه وبعد ذلك فيما يزيد عن 10,000 جنيه بيخضع بنسبة ضريبة 3 في الألف وهناك دمغة إضافية لها 3 أمثال الدمغة النسبية وابقى لأحكام المادة 80 بنقول إن بيتحملها الشخص المستفيد إذا كان قطاع خاص يبقى بنقول إن القانون هنا 152 لسنة 2020 أعفى الشركات التي تخضع لأحكام قانون 152 لسنة 2020 من ضريبة الدمغة النسبية والدمغة الإضافية وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 2006 المعدل لأحكام القانون 111 لسنة 1980 وذلك لمدة خمس سنوات إذا ده أول ميزة ضريبية صادرت في إحكام القانون 152 لسنة 2020 طيب تاني ميزة بيتكلم علىها بيقول إن هو تخفيض فئة الرسوم الجمركية المفروضة بقانون الجمارك الصادر في 2018 اللي هو كان أساسه 163 لسنة 62 بنقول إن الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات ستصبح بفئة 2% بفئة مخفضة على الآلات والمعدات يبقى دي تاني ميزة إن أي مشروع صغير أو متناهي أو متوسط خاضع لأحكام القانون 152 لسنة 2020 سوف يتحمل أو سوف تكون الرسوم الجمركية وفقاً لقانون الجمارك حتكون بنسبة 2% على الآلات والمعدات ما عدا سيارات الركوب يبقى دي تاني ميزة أو تاني حافظ ضريب بياخده إيه الميزة التانية أو الحافظ الضريب الآخر هناك إعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع الآلات والمعدات يبقى هناك إعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الرأس مالية الناتجة من بيع الآلات والمعدات ولكن هناك شروط أساسية في هذه المادة أول شرط أن يتم استخدام حصيلة البيع من الآلات والمعدات في شراء أصول أخرى طب أدي أول شرط ثاني شرط أن يتم الشراء خلال سنة من تاريخ التصرف في الأصل المباع يبقى هناك شرطان أساسيان أن يتم شراء أصول جديدة من الآلات والمعدات ثاني شرط أن يتم الشراء خلال سنة من تاريخ التصرف يبقى هنا باع فيه الضريبة الناتجة عن المستحقة على الأرباح الرأسمالية والربح الرأسمالي عبارة عن الربح الرأسمالي يساوي القيمة البيعية ناقص القيمة التخريدية للأصل في تاريخ البيع بمعنى نضرب مثال بنقول أن هناك أصل قيمة الدفترية أو القيمة التخريدية له 200 ألف وتم بيعه بـ 400 ألف إذن الربح الرأسمالي عبارة عن القيمة البيعية 300 ألف ناقص القيمة الدفترية أو القيمة التخريدية للأصل 200 ألف إذن هنا ربح رأسمالي 100 ألف جنيه إذن طيب ما هو سعر الضريبة؟ إذا كان المتصرف شخصا طبيعيا فتكون سعر الضريبة على الدخل وفقا لأحكام المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ألا وهي الضريبة التصاعدية بمعنى على آخر تعديل وفقا لأحكام القانون 26 لسنة 2020 أن الشريحة الأولى أو الشريحة الصفرية اللي هي 15 ألف حتكون معفاة إذا كان المتصرف شخصا طبيعيا إذا كانت المنشأة يملكها شخص طبيعي إذا كانت المنشأة بيملكها شخصا طبيعيا دون شركة مع طرف آخر ده كله بنعرف ما هو الشخص الطبيعي بمعنى أدق أو بمعنى أدق تفصيليا هو الشخص الذي يمارس النشاط دون شراكة مع طرف آخر هنا يعد شخصا طبيعيا وفقا للتعريفات الوردة في باب التعريفات بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 طيب يبقى نقولنا الشريحة الصفرية 15 ألف بقت كده الشريحة التانية الـ 15 ألف التالية سعر الضريبة 2.5 في الألف أي بواقع ضريبة 375 جنيه ثم الشريحة التالتة اللي هي الـ 15 ألف التالية تقع بنسبة سعر ضريبة 10% ثم الـ 15 ألف الرابعة تقضع بسعر ضريبة 15% أي بضريبة قدرية 2.250 جنيه طيب ثم الـ 140 ألف التالية تقضع بسعر ضريبة 20% ثم الـ 200 ألف التالية فوق الـ 200 ألف بتقضع بسعر 22.5% ثم ما زاد على ذلك بيخضع بسعر ضريبة 25% ثم بعد إذا كان صافي الربح الرأسي مالي لبيع الأصول السبتة أو الآلات والمعدات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنيات الصغر بيزيد عن مليون جنيه هنا إذا كان من 600 إلى 700 بعد سقف المراكحة من 600 إلى 700 بفقد الشريحة الصفرية وبتقضع في سعر 2.5% إذا كان صافي الربح من 700 إلى 800 بفقد الشريحة الصفرية والشريحة التالية لها وتقضع بسعر ضريبة 10% الـ 45 ألف التالية من صافي الربح للأرباح الرأسي مالي أما إذا كان صافي الربح من 800 إلى 900 فبفقد الشريحة الصفرية ثم الشريحة بـ 2.5% ثم الشريحة بـ 10% ثم تقضع بنسبة 15% الـ 60 ألف أما إذا كان سعر الضريبة من 800 إلى 900 فبفقد الشريحة الصفرية ثم الشريحة التالية لها 2.5% ثم الشريحة التالية لها 10% ثم الشريحة التالية لها 15% ثم الشريحة التالية 22% وتقضع بـ 20% فوق المليون جنيه بيبقى هناك شريحتان فقط هما الخاضعين من 1 إلى 400 ألف بـ 22.5% وما فوق الـ 400 ألف بتقضع بـ 25% ده إذا كان المتصرف أو صاحب المنشأة للمشروعات التي تقضع لأحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناسغر هناك ربح رأس مالي ولم تستوفي الشرطان الذي سبق ذكرهما ألا وهما أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول وأن يكون الشراء أو الاستحواز من ثمن البيع الناتج عن التخلص من الأصل خلال سنة في حالة التخلف أو استفاءة زين الشرطان فتقضع الأرباح الرأس مالية للضريبة على الدخل وقلنا إذا تقضع إزاي قلنا إذا كان صاحب المنشأة منشأة فردية إذا كانت المنشأة منشأة فردية فقلنا تقضع لأحكام المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 أما إذا كان صاحب المنشأة شخص اعتباري أو المنشأة كيانها القانون شخص اعتباري فتقضع لأحكام المادة 49 من قانون الضريبة على الدخل ألا وهو السعر النسبي بواقع 22.5% فإذا كان الربح الرأس مالي السابق ذكره في المثال إذا قلنا القيمة التخريدية أو القيمة الدفترية للأصل هي 100 ألف جنيه 200 ألف جنيه والقيمة البيعية 300 ألف جنيه فإذا الربح الرأس مالي ناتج المعدة الجبرية اللي هي عبارة عن القيمة البيعية أو قيمة التخلص من الأصل 300 ألف جنيه ناقص القيمة الدفترية أو القيمة التخريدية 200 ألف جنيه إذا هنا ربح رأس مالي 100 ألف جنيه إذا كان الكيان القانوني للشركة شخصية اعتبارية يبقى تخضع 100 ألف في سعر ضريبة نسبي في حالة استفاء الشرطين السابق ذكرهما ألا وهما مرة أخرى اللي هو أشراء أصول جديدة خلال سنة من بيع أو من حصيلة بيع الأصل السابق هتخضع بنسبة 22.5% وليس هنا سقف مراكحة كما سبق ذكره بالنسبة للضريبة التصعودية للشخص الطبيعي خلصنا كده من شرح استفاء الميزة الضريبية أو الحافظ الضريبي الثالث الوارد في أحكام الباب التاني بالنسبة لقانون المشروعات الصغيرة اعتبارا من أحكام المادة 27 حتى أحكام المادة 30 في قانون المشروعات الصغيرة تاني ميزة أو رابع ميزة من الحوافظ الضريبية الخاصة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهيات الصغيرة وفقا لأحكامه اللي هو ضريبة التوزيعات هناك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا لأحكام المادة 46 مقرر والمادة 56 مقرر من قانون الضريبة على الدخل بيفرض ضريبة على التوزيعات ونحن نعلم جميعا أن هناك ضريبة على التوزيعات على الأسهم وعلى الحصص من اللي بيستفيد بها؟ بيستفيد بها الشخص المقيم أو غير المقيم ولكن المشرع في قانون المشروعات الصغيرة استثناء شركات الأموال ذات الشخص الواحد المنشأة وفقا لأحكام القانون 4 للسنة 2018 من ضريبة التوزيعات المفروضة بأحكام المادة 56 مقرر وفقا لأحكام الباب السابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 من سنة 2005 اللي تبقى لأحكام القانون 53 من سنة 2014 الصادر في 36 2014 اللي هو خضع ضريبة التوزيعات وذلك من خلال وجود نطاق ضريبي آخر لتمويل الخزانة العامة للدولة عندما صدر هذا القانون فرض ضريبة على التوزيعات وفرض ضريبة على الأرباح الرأس المالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية لكن قانون المشروعات الصغيرة هنا إدى ميدة لقانون شركات الأموال اللي هو القانون 159 لسنة 1981 اللي هو تعدل بأحكام القانون 4 لسنة 2018 الخاص بالسماح بتكوين شركات أموال ذات الشخص الواحد اللي هو يملكها إما شخصا طبيعيا أو شخص اعتباري بمعنى أنه ممكن شخص طبيعي يأسس شركة أموال وتكون خاضعة لهيئة الرقابة المالية أو هيئة سوء المال قانون 95 لسنة 1992 فهنا القانون 152 قال له الشخص له شركات الأموال ذات الشخص الواحد اللي بينشأها الشخص الواحد اللي هو الشخص الطبيعي وهناك توزيعات وفقا لضريبة توزيعات وفقا لأحكام القانون 19 فلو كان الشخص طبيعي ده شركة الأموال ذات الشخص الواحد يمتلكها شخصا طبيعيا إذن تعفى من ضريبة التوزيعات المطبقة بأحكام المادة 56 مقارر اللي هي تعدلت بأحكام القانون 199 لسنة 2020 اللي هو أصبح سعر الضريبة إذا كانت الشركة مقايدة في برصة الأوراق المالية المصرية هتكون سعر الضريبة 5% وإذا لم تكن مقايدة في برصة الأوراق المالية سعر الضريبة 10% يبقى أخلصنا من رابع ميزة موجودة في الحوافز الضريبية الموجودة في قانون 152 لسنة 2020 يبقى تكلمنا دلوقتي على أربع مزايا هناك ميزة ضريبية أخرى ألا وهي رسوم التوسيق ودي موجودة برضو في المادة 27 إذا كان هناك رسوم توسيق بمعنى هناك رسوم توسيق للشارع العقاري بالنسبة للوحدة العقارية التي يمارس الشخص الطبيعي أو التي تمارس فيها الشخص الاعتباري مكان مزاولة النشاط وهناك رسوم شارع عقاري في حالة تسجيل العقار أو في حالة تسجيل الوحدة وفقا لقانون شارع العقاري فهو ما عفي من رسوم التوسيق ده وفقا لأحكام القانون لمدة خمس سنوات لأن التوسيق هنا لمدة سنة واحدة هتكون لمرة واحدة بس بالنسبة للتوسيق العقاري أما هناك رسوم توسيق أخرى للمستندات وعقود الشركات فممكن هناك شركة ثم يقوم بتوسيقها فهناك رسوم وفقا لأحكام القانون فهو معفي لمدة خمس سنوات أي تعديل على رأس المال بيتم توسيق ذلك في الجهات المختصة بتوسيق المستندات فهذا يكون معفا أيضا لمدة خمس سنوات علشان أفرق بين الخمس سنوات بقول بالنسبة للتوسيق العقاري أو رسوم الشر العقاري فهتكون لمرة واحدة لأن ليس هناك تسجيل ولا حتى بنقول إن هو يكون لمدة خمس سنوات في حالة التوسع ممكن الشركة تعمل توسع من خلال شراء أصل عقاري جديد فيكون برضو معفي لمدة خمس سنوات من تاريخ شراء الأصل يبقى خلصنا من رسوم التوسيق آخر حافز موجود بنقول إن هناك ضريبة عقارية مفروضة بأحكام القانون أحكام القانون 196 لسنة 2008 وطبعا هي مطبقة من 1-7-2013 وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 2013 هنا الضريبة العقارية موجودة وضريبة العقارية مفروضة بهذا القانون إذن الممول الذي يمارس نشاط ويخضع لأحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنية الصغر معفي من الضريبة العقارية المفروضة بأحكام القانون 196 لسنة 2008 التي يبدأ صرايانها اعتبارا من 1-7-2013 وذلك إعفاءا لمدة محددة وفقا لأحكامها القانون لمدة خمس سنوات يبقى كده خلصنا من الحوافز الضريبية المدرجة أو الواردة بأحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنية الصغر والخص مرة أخرى لحضركم أول إعفاء إن أنا معفي من الدمغة النسبية والدمغة الإضافية وفقا لأحكام القانون 111 لسنة 80 مع أحكام المدتين 79 و80 أنا معفي من ضريبة التوزيعات على شركات الأموال ذات الشخص الواحد إذا كان مالك الشركة شخصا طبيعي يبقى معفي من ضريبة التوزيعات معفي من ضريبة الدخل على الأرباح الرأس مالية للآلات والمعدات بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء أصلي آخر وذلك خلال عام من تاريخ التصرف في الأصل يبقى ديت معفي من ضريبة العقارية على والوحدة العقارية التي يتم ممارسة نشاط فيها لمدة خمس سنوات معفي من ضريبة التوسيق للمستندات وعقود الشركات لمدة خمس سنوات دي الإعفاءات الضربية الواردة بأحكام القانون 152 لسنة 2020 20 طيب مش موجودة حاجة فيش تعيات مصد رجب احنا معنا سؤال بفضل بيقول لحضرتك تم المحاسبة الضربية لهذا العام تحت قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات السرعة أعلم بأينام لكي يتم استخراج شعالة التصنيف فهل يمكن التقبل بطرق لما خطحت الضرب حسبا عن سنوات سابقة تبقى للضريبة القطعية يعني هو السؤال السابق على أن احنا كنا نتحدث في المرحلة الجاية على من يقع ولكن نجيب سريعا على هذا السؤال أولا نحنا تم التوافق مع وزارة التجارة وصناعة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيات الصغر في هذا الشأن كان الأول بيشترط أنه يحصل على شهادة معاملة وشهادة تصنيف للمشروعات الخاصة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ولكن تم استبعاد هذه الشروط لتقديم الإقرار الضريبي على النموذج 25 الخاص بقانون المشروعات الصغيرة وأن يتم استفاء أو التسجيل لدى جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهيات الصغر والمتوسطة وفق الأحكام المادة 68 من هذا القانون أن هذه الشركات تسجل لدى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة فهو بعد ما قدم الإقرار لابد أن يتقدم إلى جهاز المشروعات المتوسطة الصغيرة أو بالتسجيل والحصول على شهادة التصنيف وشهادة المعاملة الضريبية لأنه بدون يزيج الشهاتين لم يتم التمتع بالحوافز الضريبية السابق ذكرها من هذه المحاضرة معنا سؤال خاني بيقول لحضرتك هل ينفع يتم حسب الشركة لم يتم تسجيلها من قبل ما احنا قلنا برضو هذا السؤال سابق بنقول أن المادة المادة في أحكام القانون 152 لسنة 2020 بتقول يسري أحكام هذا القانون خلال من تاريخ صدور اللي أحد التنفيذية وقلنا في بداية الندوة أن التنفيذية صدرت يوم 5-4-2021 وبالتالي يسري أحكام هذا القانون على الإقرار الضريبي لعام 2021 وبالتالي لا تسري أحكام هذا القانون على السنوات السابقة ولكن ورد هنا ميذة ضريبية من ضمن المزاء اللي احنا كنا نذكرها في اللاحق ألا وهي المادة 81 بتقول إذا كانت هناك حجوزات أو مطالبات ضريبية توقف ترفع الحجوزات وتوقف المطالبات الضريبية ويتم تسوية المديونية الضريبية أو المطالبات الضريبية في ظل أحكام هذا القانون إذن هناك تشري وفقا لنص المادة 81 من قانون 152 بتسري على السنوات السابقة في حالة وجود شرطين مطالبات ضريبية أو حجوزات بمعنى أن هناك ممول تم الاتفاق بلاجنة داخلية وهناك حجز ضريبي بعدم استفاقه لسداد دين الضريبة أو هناك ربط لعدم الطعن سواء اختار في مواجهة النيابة أو إعلام اللوحة ولم يتقدم بسداد الضريبة طوعية فأصبح هناك حجز تبقى لأحكام قانون ضريبة على الدخل لاستفاء مستحقات الدولة فبالتالي يستطيع هذا الممول وفقا لحكم المادة 81 التقدم برفع الحجز إلى لمصلحة الضريبة المصرية وتسوية المديونية الضريبية في ظل الضريبة القطعية أو النسبية التي سوف لاحقا سنذكرها في الفترة القادمة من الندوة العلمية هنا منقول نتكلم لازم نتحدد رقم أعمالها ورقم أعمالها في الطلاق ما هي في بداية الفترة هيتحدد على قيمة مشترياتها والقيمة مشترياتها هي خضعة هتبقى خضعة لأحكام قانون القيمة المضافرة 65 لسنة 2016 إذا بلغت لابد هنا علشان المجال اللي هو اللي بيخضع له الضريبة القطعية أو النسبية لأن هذا السؤال سابق للعرض اللي احنا ملتزمين بعرضه من هم الفئات المخضبة بأحكام الضريبة القطعية أو النسبية هي الفئات اللي رقم أعمالها بيتراوح من الضريبة القطعية رقم أعماله بيتراوح من جنيه حتى أقل من مليون جنيه والضريبة النسبية لرقم أعماله بيتراوح من مليون حتى أقل من عشر مليون جنيه إذا رأت إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة حديثا إن رقم أعمالها لا يتعدى هذه النسب أو الأرقام الخاصة بالضريبة القطعية أو النسبية فهي يتم المحاسبة وفقا للضريبة القطعية بشرط إنها تقوم بالتسجيل لدى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة في جهاز المشروعات وتحصل على البطاقة التصنيف أو شهادة التصنيف أو شهادة المعاملة علشان تستفيد بالحوافظ الضربية لأن هناك حوافظ غير ضربية بيقدم جهاز المشروعات وموجودة في إحكام القانون إنها بتحصل على قروب من جهاز المشروعات وبتحصل على أراضي وبتحصل على تسهيلات إيتمانية من جهاز المشروعات يبقى نولا تاني إذا كانت شاركة مؤسسة حديثة ورقم أعمالها لا يتعدى العشر مليون فتستطيع إنها تستفيد بالضريبة النسبية وفقا لإحكام القانون 152 وإذا كان رقم أعمالها في أول سنة أو خلال أي فترة اللي هي فترة يتمارس فيها النشاط لم يتعدى مليون جنيه فتستطيع إنها تستفيد بالضريبة القطعية ألا وهي لألف جنيه إذا كان رقم أعمالها من واحد إلى أقل من 250 ألف أو رقم أعمالها أو 2500 إذا كان رقم أعمالها لا يتراوح من 250 حتى أقل من 500 ألف وخمس تلاف جنيه إذا كان رقم أعمالها من 500 ألف إلى أقل من مليون جنيه وإذا كان والضريبة النسبية إذا كان رقم أعمالها من مليون حتى أقل من 2 مليون جنيه و 75 من 100% إذا كان رقم أعمالها بيتراوح من 2 مليون إلى أقل من 3 مليون و 1% من قيمة المبيعات إذا كان رقم أعمالها بيتراوح من 3 مليون إلى أقل من 10 مليون و طالما يشارك مؤسسة حديثا فتستطيع أن تحدد قيمة مبيعاتها من خلال قيمة مشترياتها خلال الفترة الضريبية بعد إضافة هامش الربحية اللي هو الخاصة بهذه الشركة على قيمة المشتريات تستطيع أن من خلال قيمة المشتريات زي ما قلنا أن تحدد مبيعاتها خلال الفترة الضريبية اللي هي تتحاسب عليها وفقا لأحكام المادة الخامسة من مواد الإصدار الخاصة بقانون وحده 90 لسنة 2005 اللي بيحدد الفترة الضريبية بالنسبة لشركات الأموال بيقول أن هي 12 شهرا ويجوز أن تكون في أول فترة ضريبية تمتد إلى أكثر من 12 شهر وذلك بحد أقصى 15 شهرا في أول فترة ضريبية يعني كده جاوبنا أن الشركة ذات مسؤولية محدودة لسه مؤسسا حليسا تستطيع أن هي تنطبق عليها أحكام هذه القانون إذا كان قيمة مبيعاتها المحددة وفقا لمشترياتها لا تزيد عن 10 مليون جنيه تستطيع أن هي تستفيد من الضريبة القطعية أو الضريبة النسبية معامل سؤال من أحمد رمضان بيقول هل التعديلات الضريبية لجاري العمل عليها في قانون 91 لسنة 2005 تضمن إدراك ضريبة ضريبة قطعية أو النسبية من المولين الذين لن يقوموا بالتسديق بالجهاز في المشروعات هناك طبعا في هذا النص في هذا الجزئية لأن طبعا المشروع يتعرض ويتعرض أن هناك نص بيقول برضو أننا هتطبق قانون الضريبة الوارد في أحكام المادة 93 و94 من قانون المشروعات على المشروعات اللي رقم أعمالها بيتراوح زي ما قلنا من جنيه حتى 10 مليون إذن مشروع القانون المخترح للتعديلات على قانون الضريبة على الدخل يتضمن نص بتطبيق الضريبة القطعية أو النسبية الواردة في أحكام المادة 93 و94 السابق ذكرى في بداية الندوة على المشروعات اللي بنتبق عليه أحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهيات الصغر رقم 152 لسنة 2020 سؤال معنا بيقول لحضرتك ده خاص لتجارة الإلكترونية برضو قلنا أن تجارة الإلكترونية برضو نقول أن تجارة الإلكترونية تستفيد من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهيات الصغر رقم 152 طالما قيمة مبيعاته على المواقع الإلكترونية أو تعاملاته سواء اليوتيوبر أو اللي هي مناطق خضوع التجارة الإلكترونية بالمعنى الأشياء الأعام يعني طالما بيخضع في هذا التصنيف ورقم عمله يتراوح من جنيه حتى 10 مليون يستطيع أن هو بيستفيد من تطبيق الضريبة القطعية أو النسبية السابق ذكرها من قبل حد يريد أن السؤال برضو بيقول صحة التوقيع لا يكون مستقيمية ما زيوني صحة التوقيع 2.5% لا تفرض إلا على ضريبة على التصرفات العقرية وفقا لأحكام المادة 42 فقط لغير المادة 42 بتفرض ضريبة ضريبة نسبية على التصرفات الشخص الطبيعي بشرط أن يكون خارج كردون المدينة على أي تصرف لأي وحدة سكنية أو أي وحدة تجارية بشرط أن لا تكون أصل من أصول الشركة لأنه لو كان هناك شخص طبيعي لأنه هناك خلط بين التصرف بين التصرف في العقار أو أي جزء من العقار وبين التصرف في عقار هو أحد أصول الشركة إذا كان التصرف في عقار وهو شخص طبيعي لأصول الشركة المنشأة الفردية فهنا بيعامل على ربح رأس مالي أما إذا كان هناك شخص طبيعي قام بشراء وحدة سكنية قام بشراء وحدة سكنية وتم التصرف فيها هنا بيقضع لضريبة نسبية وفق الأحكام المادة 42 وهي بواقع 2% من إجمال قيمة التصرف معنا سامح رجب بيسأل حضرتك بردو هل جميع الأنشطة والكينات تحبق لها الاستفادة من قانون 152 ما احنا قلنا جميع الكينات بس أنشطة تجارية أو صناعية تجارية أو صناعية لأن المادة قالت تسري أحكام القانون 152 على على المشروعات والمنشآت التجارية الصناعية وغير الصناعية فاللفظ جاء إيه جاء محددا الصناعية نعرفها في التعريف العام بتاعها هي المشروعات التي تقوم بتحويل المادة الخام إلى مواد أولية قابلة للتداول بمعنى أن أنا بشتري مادة خام بيتم تحويل تغير من طبيعتها ممكن أنا أشتري حبيبات حبيبات وزي ما احنا بنشوف مصانع السكر بتشتري البنجر ثم تقوم بتحويله إلى سكر ويتم تعبته ويتم تداوله للمستهلكين ده تسمى مشروعات صناعية وبيشترق على المشروعات الصناعية أن يكون لديها سجل صناعي حصل عليه من هيئة التنمية الصناعية ولازم يكون المشترك أيضا في إحدى الغرف الصناعية يبقى ديها علشان أننا أطلق على منشأة صناعية لما المشاريع يقول تسري إحكام هذا القانون على المشروعات الصناعية وغير الصناعية يبقى غير الصناعية اللي هي التجارية اللي هي بتقوم بتداول السلع والخدمات يبقى أنا مش هروح لأي بعد آخر مش هدخلنا بالمعنى الأعام مش هدخلنا موسل مش هدخلنا محامي مش هدخلنا محاسب مش هدخلنا طبيب لأن دي تعد أنشطة مانية ولا ينطبق عليها في التعريف العام الوارد بأحكام القانون 152 أو الوارد في التعريفات بالنسبة لقانون الشركات أو القانون المدني أنها تطلق عليها شركات المنشآت المهنية لا تطلق عليها شركات تجارية أو صناعية لأنها لا تحصل على السجيل التجاري ومن ضمن الشروط الخاصة بالتسجيل لدى جهاز المشروعات لدى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة اللي هو تقديم السجيل التجاري ونحن نعلم أن الشركات المهنية ليس لديها سجيل تجاري لأنها لا تقوم بالاتجار ولكنها شركة مهنية بتقوم على تقديم أعمال أو استشارات سواء كانت استشارات مهنية أو استشارات طبية أو أيا كان نحها سواء كان بيقوم بالتمثيل أو أي مخرج مرئي آخر فبالتالي بنقول بنطبق علشان العموم من يبقى اللفظ واضح بنقول إنها تنطبق على المشروعات الصناعية وغير الصناعية وفقاً لما ورد بأحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة حتى لا يكون هناك لبس أو جدل داخل ضروب أعمال المحاسبة الضريبية أنها مشروعات أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 البادئ صريان واعتباراً من أول فترة ضريبية اللي بيتقدم على إقرار ضريبي اعتباراً من 6 أربعة 2021 وفقاً لموارده باللاحة التنفيذية رقم 245 لسنة 2021 وفقاً لأحكام القانون 152 اللي قال ياسري بداية صريان أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صريان اللايحة التنفيذية اللي احنا سبق ذكرها إنها تصدرت في 5 أربعة 2021 معنا سؤال من محمد سامي يقول لحضرتك تبقى بالقانون 152 ضربتي واحد في الغيب إزاي بيتخص مني 3% خاص موضوع هنا بنقول إن القانون أصلاً 152 ورد في أحكام المادة 102 إن بتقول تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل ما لم يرد بشأن النص خاص هنا فهنا بنلاقي القانون 152 لم يرد بشأن الخاصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفقاً لأحكام المادة 59 والمادة 70 من قانون الضريبة على الدخل أو المادة 67 و 68 و 69 و 70 المواد الخاصة بالتحصيل تحت حساب الضريبة لم يرد بشأن النص خاص وبالتالي هتلاقي في الإقرار حضرتك هنا هتلاقي الضريبة المستحقة وفقاً لضريبة قطعية أو نسبية يخصم منها الضريبة المسددة بالزيادة الضريبة المسددة بالزيادة اللي هي تقع بالـ 1% لو أنا بتعامل على توريدات أو اللي هي 3% لو أنا بتعامل على خدمات فبالتالي هنا كافة المشروعات أو الشركات التي تقضع لأحكام القانون 152 هي خضع لأحكام نظام الخاص والتحصيل لحساب الضريبة وفقاً لأحكام المادة 59 فبالتالي لو أنا عندي خصم بخصمه من ضريبة القطعية أو النسبية اللي هي وردة وفقاً لأحكام المادتين 85 و 86 لو اقتصاد غير رسمي أو أحكام المادتين 93 و 94 لو الاقتصاد رسمي بمعنى مشروعات مسجلة لدى مصاد ضريبة المصرية بقول بمساطة تاني أن ليس هناك إعفاء للمشروعات أو الشركات التي تقضع للضريبة القطعية والنسبية وفقاً لأحكام القانون 152 من الخصم والتحصيل بمعنى أننا لو رايح بس تورد وخضع لأحكام القانون 152 حيتم تحصيل 1% من خلال الإفراج الجمروكي من خلال شهادة الإفراج الجمروكي ويتم تحصيلها لحساب مصادة ضريبة المصرية عندما يتم إعداد الإقرار إذا كانت الرسالة بـ 100 ألف حيبقى المية ألف في 1% يبقى أنا ليه ألف جنيه هتيجي الضريبة بعد ما وصل ليه لو أنا رقم أعمالي طلع مليون جنيه هتطلع الضريبة 2500 جنيه 5000 جنيه حقص من الضريبة اللي المستحقة عليها حول 5000 جنيه ناقص الألف جنيه اللي أنا حصلتها قبل كده من خلال مصلحة الجمالك يبقى أنا هدفع الفرق 4000 جنيه علشان كده قلنا أن أنا فيه مادة 102 في قانون لمشروعات صغيرة ما لم يرد بشأن ونص خاص فهنا لم يرد بأحكام القانون 152 إعفاء الشركات الخضعة لأحكام القانون 152 من الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفقا لأحكام المواد 59 و 67 و 68 و 69 و 70 من قانون الضريبة على الدخل الرقم 91 لسنة 2005 هنا طالما طالما هنا الشركة تقدمت بطلب توقف وفقا لأحكام القانون لو القانون سابقا كان مادة 79 إنه بيقدم توقف خلال شهر من تاريخ التوقف أو بيقدم وفقا للمادة 80 في حالة التنازل إلى طرف آخر بيقدم برضو إختار من خلال 30 يوم من خلال 60 يوم من تاريخ التنازل هنا هو استوفى أحكام القانون هنا بيقدم هذا الموضوع وبيقدم برضو الإخرار الضريبة ثم بيقدم هو ملزم بتقديم إخرار الضريبية لحين فحص المأمورية إنه بيقدم إقرار ضريبي بيقرر فيه إن أنا متوقف وفقا للإختار السابق تقديمه للمؤمورية اعتبارا الآن من كذا ولا يوجد إقرارات وبالتالي بتستطيع المأمورية بمحاسبته من خلال الاستبعاد إذا ورد فيه العينة إذا كان دفتريا وإذا كان غير مؤيد دفتريا هنا الفحص شامل إنه هو بيتفحص بتقوم المؤمورية بعمل مذكرة استبعاد من المحاسبة لعدم موجود وقع منشأ للضريبة وقع منشأ للضريبة يعني يعني عدم موجود إيرادات من خلال الإقرار أو عدم موجود تعاملات الممول من خلال خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة فبالتالي هنا مفيش وقع منشأ للضريبة وهناك توقف بالتالي بيتم استبعاد من المحاسبة أما إذا قامت المصلحة بتقدير محاسبة على هذا النشاط واختار الممول بنموذج 19 هنا بيحق للبمول الطعن على نموذج 19 خلال 30 يوم من تاريخ استلامه ويحق له عمل لجنة داخلية ويحق له تقديم ما يثبت عدم ممارسطه للنشاط من خلال إلغاء السجل التجاري من خلال تقديم شهادة من شركة توزيع الكهرباء تفيد عدم موجود مسحوبات طيار كهربائي لعداد الكهرباء الموجود في المنشأة أو تقديم بيان من المأمورية إذا كان هناك مستغل حالي للعين نفسها يتم تقديم بيان برقم الملف للمستغل الحالي وبالتالي بيتم عمل لجنة داخلية باستبعاد الملف كاملا من المحاسبة لعدم موجود وقع المنشأة للضريبة لعدم موجود إرادات لعدم موجود ممارسة للنشاط بيتم ذلك من خلال لجنة داخلية بيستطيع الممول لذاته التقدم لها للمأمورية أو من خلال المستندات اللي بيتقدم لها من خلال الطعن على ما ورض إليه بنموذج 19 ضرائب معنا سؤال من هديل حداد لو شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة وهي تقبل خدمات تعليمية تدريب كوادر ومعفية من القيمة المضامة وحجم أعمالها السنوية أقل من مليون جنيه هل يمكن تحولها من شركة خضع القانون 159 لشركة خضع القانون 152 هنا بنام نقول كل الشركات الأهلا لأن المبدأ أي入ле ده أي إن كان الكهان القانون خاص بها أي إن كان الكهان القانون ما ي ì geliyor عاما عاما يعني إيه؟ الكهان القانون يمكن يكون عندي شركات خضع أحكام القانون المدني اللي هي شركات الأشخاص اللي هي gé pont أشقائي تضامن وتوصية إيه؟ توصية بسيطة أو شركات واقع لم ي punished ده وفقا لأحكام القانون المدني أو شركات منشأة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 81 أو شركات خضع لأحكام القانون 72 لسنة 2017 أو شركات خضع لأحكام قانون البناطة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة قانون 83 لسنة 2002 يبقى أي كيان قانوني منشأ لهذه الأغراض ورقم أعماله من واحد إلى أقل من 10 مليون يستطيع أنه يتحاسب وفقا لأحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة طالما رقم أعماله لم يتجاوز العشر مليون جنيه لأن من يتجاوز العشر مليون جنيه سيحاسب وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 واضح كده هنا بنقول لو الإقرار لو أول مرة لو أول مرة وبقى لأحكام القانون هي موجودة بأحكام قد 33 في قانون الإجراءات الضريبية الموحد بيقول أن أنا أدب الإقرار وبخاصة منه الضريبة المستحقة إذا لم يكن هناك عليه مستحقات أخرى الموضح هو إذا لم يكن على المستحقات أخرى يبقى يقدم طلب يأما استرداد للمبلغ أو يقدم طلب لترحيل هذا المبلغ لتسوية إجراء مقاصة مع أي ضريبة أخرى ممكن يكون عليه ضريبة عقرية من حق وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أنه يعمل إجراء تسوية لو عليه ضريبة جمهورية ممكن يعمل تسوية من خلال ضريبة الزيادة لو عليه ضريبة قيمة مضافة من حق أن يعمل تسوية لضريبة الأرباح التجارية مع ضريبة القيمة المضافة كده أن احنا بنتكلم على قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة قلنا من خلال الأسئلة من هما الفئات المخضبة بأحكام هذا القانون قلنا الأحكام هذا القانون المخضبة أنه هو رقم أعماله بالنسبة لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة المتوسطة المتوسطة اللي هي رقم أعماله من 1 حتى 200 مليون جنيه ده يستطيع أنه يروح يستفيد بالمزايا غير الضربية غير الضربية والضربية بس الضربية المين؟ الضربية يستفيد بالضربية للرقم أعماله حتى 200 مليون جنيه لكن المعاملة الضربية الخاصة بالضربة القطعية أو النسبية اللي هو 1000 جنيه بقولها تاني و2500 و5000 جنيه ونصف في المية و75 من 100 في المية و1 في المية دي اللي رقم أعماله حيتراوح من جنيه حتى أقل من مليون جنيه لكن لو المشروعات المتوسطة ورقم أعمالها بيتراوح من جنيه حتى مليون جنيه حتى 200 مليون جنيه يستفيد بالحوافز الضربية السابق ذكرها وهقولها تاني يستفيد من الدمغة النسبية يستفيد من الضربة العقارية يستفيد من الدمغة الرسوم التوسيق يستفيد من الإعفاء على ضربة الأرباح الرأس مالية ضربة الدخل على الأرباح الرأس مالية يستفيد من ضربة التوزيعات إذا كانت شركة أموال ذات الشخص الواحد ويكون مؤسسة أو مالكة شخصا طبيعيا يعني فرض طبيعي يبقى ده بنلخصه إنما بنتكلم الاستفادة من المزايا اللي وردها في أحكام القانون حتى 200 مليون جنيه أي منشأة خضع لأي أن كان الخين الخاص بيه وعايزة تستفيد بالمزايا الضربية وغير الضربية مع عدد الضربة القطعية أو النسبية يبقى تروح تسجل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنسغر وفقا لأحكام المادة 68 من قانون 152 اللي هي بتقول إن على جهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة أن ينشئ سجلا يسجل به الشركات المتقدمة للتسجيل لدى جهاز المشروعات ونجي هنا نصنف وعلى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنسغر إصدار شهادة بالمعاملة الضربية وشهادة التصنيف يعني شهادة التصنيف يعني إيه؟ يعني هل الشركة دي شركة متناهية؟ ولا شركة صغيرة؟ ولا شركة متوسطة؟ وفقا للتعريفات اللي احنا قلناها ممكن يعرفها من معيار رأس المال وممكن يعرفها من معيار رقم الأعمال أو الإيرادات السابق ذكره في بداية الندوة التي نحن بصددها الآن طيب نبدأ نتكلم في نقطة تانية هل هناك خيار للممول أو للشركة في المحاسبة وفقا لأحكام القانون 91 والقانون 152 نعم هناك خيار نعم هناك خيار وردت في أحكام المادة 98 من قانون 152 لسنة 2020 خيرته قالت له أن أنت لو لقيت أن أنت عندك خسائر ولو لقيت أن الضريبة عندك في ظل أحكام 152 سواء كان الضريبة قطعية سواء كان الضريبة النسبية ولقيت أن الضريبة القطعية أو النسبية أقل من الضريبة المستحقة وفقا لأحكام القانون 90 سواء بالتعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 أو التعليمات التنفيذية 65 لسنة 2020 أو أي صدور قانون جديد أو أي تعديل جديد على قانون 90 أشار أنها يتبقى الضريبة مخفضة وفقا عن الضريبة القطعية أو النسبية يحق لك أن أنت ترجع للمحاسبة وفقا لقانون الضريبة على الدخل ترحيل خسائر لمدة 3 سنوات فقط تبقى لأحكام المادة 29 مقرر طبعا عندك خسائر وعز تسريد من مادتين دولت أو الضريبة وفقا لأحكام القانون وعده 30 سنة 2005 أقل من الضريبة القطعية السابق ذكرها يبقى حول روح قدم طلب وتحاسب وفقا لقانون وعده 30 سنة 2005 بس إدى هنا شرط شرط لا يجوز لا يجوز لا يجوز التحول من المحاسبة وفقا لأحكام القانون وعده 90 لسنة 2005 إلى قانون مشارة صغيرة إلا بعد مرور خمس سنوات واضحك كده؟ يبقى أحنا بنتكلم هنا على هل هناك إجازة في هذا القانون بين الممول يخير نفسه بين الضريبة القطعية أو النسبية وبين المحاسبة وفقا لأحكام القانون وعده 90 نعم هناك إجازة بالتخيير للممول في التحول من المحاسبة وفقا للضريبة القطعية الوردة في أحكام المادة 93 و94 من قانون وعده 90 إلى التحول للمحاسبة وفقا لأحكام المادة 8 أو المادة 49 حسب نوع الممول إذا كان شخصا طبيعيا يتحاسب وفقا لأحكام الأسعار الضريبة وفقا للمادة 8 أو أنه يتحاسب وفقا لأحكام المادة 49 إذا كان شخصا اعتباريا إذا لقيت الضريبة في الكلام ده أقل بالنسبية لك وفقا للقانون وعده 90 تحول هناك بس ما ترجعش تاني للقانون 152 للضريبة القطعية أو النسبية إلا بعد مرور خمس سنوات وهنا نقول الإجازة طب تعالى تاني نقول هل تسري القواعد هل تسري القواعد الخاصة بالإقرار الضريبة على الإقرار الضريبة اللي موجود هنا بالنسبة لقانون مشروعات صغيرة ده المادة 96 بتقولي الكلام ده هتلاقي إن أنا عندي إن الإقرار سرع علشان ما أعملش خلاف بين المدة التنظيمية لتقديم الإقرار هلاقي إن الشخص الطبيعي ملزم في حالة إنه بيقدم إقرار على المشروعات المتوسطة والصغيرة اللي وعن حطنا السنة دي رقمه 25 أو رقمه 111 شخصا طبيعيا ملزم بتقديم الإقرار الضريبة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس من السنة التالية لانتهاء الفترة الضريبية وإحنا اتكلمنا إن الفترة الضريبية وفقا لأحكام المادة الخامسة من مواد إصدار قانون 91 هي 12 شهرا وهي سنة ميلادية سنة ميلادية تبدأ من واحد واحد وتنتهي في 31 يبقى هنا الشخص الطبيعي أما الشخص الاعتباري برضو بياخد السنة الميلادية وممكن يحدد حسب لو سنوات المتداخلة يحدد 12 شهرا من تاريخ بدء مزولة النشاط مع عدة السنة الأولى ممكن تمتد إلى أكثر من 12 شهر بحد أكثر 15 شهر كده قلنا طيب إيه الموقف تاني هل المحاسبة بتستمر زي ما القانون قال بتستمر لمدة خمس سنوات وما هو موقف موقف الإجراءات اللي هتصل بالمامورية قلنا إن الإقرار بيستمر المحاسبة به لمدة خمس سنوات ما لم يتم تعديل أنت لأن أنت هذا الضريبة القطعية أو النسبية هي خاصة بالضريبة على الدخل ونركز على كده ولكن ليس هناك إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 وهذا الممول أو المنشآت التي تخضع وفقا للضريبة القطعية أو النسبية إذا كان هناك عمال تخضع للضريبة على المرتبات وفقا لأحكام المادة تسعى من قانون الضريبة على الدخل فهي ملزمة باستخطاع ضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها وتوردها خلال 15 يوم من الشهر التالي الذي تم في استخطاع الضريبة ولكن الإعفاء أو الخاص بالضريبة القطعية أو النسبية تسري على ضريبة الدخل فقط اللي احنا بيحددها المادة 17 وبتحددها سيارة ضريبة المادة 8 والمادة 49 حسب الكهين القانوني إذا كانت منشأة فردية لكن بنقول هنا أن بتقوم كل خمس سنين هنا دي النقطة اللي احنا بنشر إليها أن تقوم مصطعة الضريبة كل خمس سنوات بإجراء معينة ومناقشة للشركة فإذا تبين لها أن ما ورد بالإقرار يقل عن ما ورد بالمعينة قلنا هنا المادة 95 جاءت قاطعة ونافية للأمر قالت يتم اتخاذ ما ورد بالمعينة كأساس للمحاسبة في السنوات اللاحقة وأن ما ورد بالإقرارات السابقة يعد ربطا ضريبيا لأن المادة 89 في القانون وعده 90 اللي هو القانون الموضوعي بتقول يعد الإقرار ربطا ضريبيا إذن هنا وضحنا من بداية المحاضرة حتى الآن ما هو الهدف من قانون 152 من هم الفئات اللي خضع لأحكام القانون 152 ما هو الحوافز الضربية اللي بتنص على القانون 152 ما هو الحوافز غير الضربية من هم ما هو معيار تحديد رقم المشروعات المتوسطة والصغير والمتناني الصغر قلنا هناك معيارين إما معيار رأس المال وإما معيار قيمة المبعاة أو قيمة الإرادات قلنا القواعد الإقرارات أنه ملزمة بنفس القواعد اللي هي موجودة في أحكام القانون وعده 90 قلنا هل هناك خيار للممول بين الاختيار بين الضريبة القطعية أو الضريبة وعده 90 قلنا له الخيار وفقا لأحكام المادة 98 إذا كنا هناك شرطين قلنا الإعفاءة الوردة بشروطها بنتمنى أن احنا نكون من خلال هذه الندوة أن احنا نكون وضحنا الأهداف الوردة بأحكام القانون 152 ومن ينطبق عليه قلنا بينطبق على المشروعات الصناعية وغير الصناعية ولا ينطبق على الشركات ألمانية بالتالي بنكون يعني قلنا نبزأ عن ما ورد بالمزايا الضريبية وغير الضريبية وفقا لأحكام القانون 152 وهنا بشكر حضراتكم وبتمنى من حضراتكم القائد على المحاضرة والتعليقات وما هي الموضوعات اللي حضراتكم تحبوا نتحدث فيها مستقبلا أي أن كان موضوع متعلق بمعايير المحاسبة الضريبية أو أي موضوع متعلق بالمحاسبة الضريبية سواء كانت قانون ضريبة على الدخل رقم 192 سنة 2005 أو قانون ضريبة الدم أو رسم التنمية أو قانون ضريبة القيمة المضافة بشكر حضراتكم على سعة الاستماع وسعيد بوجودي معكم خلال الفترة السابقة أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله نشكركم جزيلا